موسيقى 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 بموسيقى موسيقى نتفايدة النزاعات نعلم بشكل أفضل هل مسئولية المشتركة تبدأ موسيقى يجب أن يكون الشخص اللي بدو يعمل النيجوشياشن عارف انه هو رايح النيجوشياشن ما بدو يعمل بروبلم او مشكل هو رايح تعمل win-win situation مع الشخص اللي بدو يعمل معه النيجوشياشن So الميندسيت هي اول part او اول point هي بدو يبلش فيها الميندسيت To start a negotiation بدو يكون فيه preparation اول شيء I will start like about an example about negotiation خلق ايجا امبليي بدو يسأل المانجر طبعه انا بدي رايز ايجا قاله المانجر اذا قاله الامبليي I need a raise قاله انا ما عندي raise ما عندي budget ما عندي cost ما عندي قدر اعطيك raise فهذا الامبليي كان الرياكشن طبعه كتير aggressive ايجا شو قاله انا عم بشتغل كل الوقت I'm delivering to you So how انت ما فيك تعطيني discussion ما فيك تعطيني negotiation So هو ما قدر يعطي يقنعه يقنعه ابدا معنيتها اليوم بالمفاوضات هي الاقناع هو كلمة سر Exactly هو ليه ما قدر قنعه لانه كان كتير aggressive معه So هون negotiation وقفت هون صار في lose lose situation الامبليي ما اخد اني raise وخسره المدير والمدير خسره او يمكن هيدا يرجع يفل يمكن هيدا يكون demotivated So ما كان فيه نتيجة هوني هلأ انا بدي اتعلم منك انا كمان كلنا بنا نتعلم هلأ كيف ده نفاوض هلأ شفتي كيف هلأ هلأ بعد شوية لما اعطيكم solution بديك تلاقي ناس كلها عبت عبت قدم على الرئيس على الرئيس يلا يلا وصلين لل So الفكرة هي أهم شي لما واحد بيكون عب يعمل negotiation يعمل preparation ال preparation بتبلش مش بس نحنا منجيب المaterial والdocuments اللي ما نعمل فيه negotiation كمان نحنا نحنا شو بدنا من هيدا ال negotiation let's say for example for scale from 0 to 10 انا اذا جبت 8 of 10 بكون good يعني معنات على نقول واحد بده يجيب زودة معاش لنقول 500 دولار هلأ تما نكون عم نكون كتير طموحين مثلا يعني بيقدر يحط انه مارج معينة يعني اذا وقدر وصل لل400 this is good يس هو بيحط المارج يعني انا I negotiate a 500 اذا وصلت ل400 350 this is my target below 400 350 for example this is not my target انا ما في يمشي بهيد negotiation او ده هيدا الديل تمام حلا تنقدر to have a successful negotiation كمان من ضمن the preparation I have to go to the other side انا افكر على الشخص التاني حالو كيف هو عم بيفكر نحنا شو بدنا هيدا الشخص نعطيه تيقدر يعطينا لان مثل ما قلنا it's a mindset we need to have a win-win situation هادي الـ preparation هادي الـ preparation اهم بوينت قبل ما نروح على الـ negotiation نعرف الـ interest لـ other party نكون حطين options عنا و- alternatives what we can do to have this negotiation to have a win-win situation انترست انه هو اذا هو انترستي تيزد لي سالري اوكي انا ممكن بعطيه tasks اكتر بعطيه وقت اكتر this is for example هلا رح نوصل لحل طبع الـ employee هو لقى حل زكي طلع الـ employee بعدين وليق حل هلا بنصل اهم بوينت الواحد لازم يعملها and to avoid it through negotiation هي to strike back تيهجم على الشخص التاني هذا المانجر اجا ضغري هجم علي الـ employee الـ employee كمان شو رجع عمل بدوره هجم علي عم نحكي انه رفضوا ضغري يعني قال لا وكذا هيدا كصار اجراسيف هيدا صار اجراسيف ما وصلوا اتنيناتهم لمحال هلا كان فيه الـ employee يعمل reaction تاني هي يقول له اوكي ويسكت يعني قبل منه so هي will be demotivated كمان lose situation يعني كمان هون بيفقد التحفيز بيفقد اللزة بالعمل بيصير انه خالص وكي عم يشتغل واجب مزبوط او يمكن يفكر انه هي will resign انه هادي فترة خليني قضيها هون وبعدين انا او will resign قدي هشام قدي الموظف بهك حالي بيفكر بقيمته يعني انا هل قدي قيمته بس عندكم يعني انا اذا اليوم حاجة لزودة معاش او شي قدي بيربطها بشخصه لكن رانيا هادي او بيعملوا انه i got your point هي رانيا هادي الموضوع هو بيربطها بنفسه بس كمان هو عبي يطلب هادي الرئيس يمكن هي نيدت او بده يكون عنده plans لاله كمان so that's why it is not only about الشخص الشخص it's also about financial هلا هوني الامبليي هلا منشوف كيف قدر يرجع ياخد الميتنج منه للمانجر رحقول هاكي عن سكل خفيفة انه كيف منخلي هيك الnegotiation اللي هي مننا smooth كيف نحنا فينا نقدر to buy in ونقدر نكفي مع الnegotiation حسنا اول شي بده يكون الرد انه انا فهمت عليك خلينا خلينا اعطي اكزامبل سريع اذا انا عب بعمل negotiation على contract حدا اجا قال لي انا عندي هذا البودجت انا عندي هادي الفيتشر so انا بدي هادي هذا الcontract take it or leave it انا اذا اجيت agressive علي انا انا will not take anything رح تتوقف الnegotiation will lose lose situation بينما انا اذا اجيت قلت له بتفهمك بتفهمك i know انت ما عندك غير هذا البودجت انت you need these features انت you need how they to go for your business and to improve your business هون هو بيبلش يسمعلي انا هون ببلش بعدين بسأله بقل له what if انت شلنا هادي شو عمل بالسيناريو التاني لا قدر وصل لا يمكن يزيد السالري طبعه الرد طبعه فرق ما يكون اجرسيف ويرجع يقل له للمانجر طبعه انه ليه ما بتعطيني زودي بسأله انا سامعك ياس او خلينا ننتر شهر شهرين اللي هو وكان اسكر من هيك لك شو قال له قال له انا بعرف ما في بوجت انا بعرف الماركت داون انا بعرف كتير ما في سيلز بس انا اي كان امبروف تنكس بالشغل وبالفلو وتعطيني تاسكس اكتر اي ماي ريديوس دي كوست يعني اللي عم بربحهم انا بتكون انت عم تربحهم مزبوط ساعتها يمكن تعطيني زودي فشو برد دي لعي المانجر سمعوا هوني قال له المانجر اوكي خلينا نحط هيد الميتين بس اذا ما نزلت لي الكوست انا ما رح تيك زودي حلو كتير اتليست توصل لمحل هو بعدين هوني اتنين تحمسوا يعني هوني كمان النفسي مهم كتير انه صار عنده موتيفاشن اكتر هيدا الموظف صار مجبور نوعا ما يشتغل اكتر يعني صح استفاد المانجر بموتيفاشن صحيح واذا نزل الكوست بيكون بيكون صارت وين وين سيتيوائشن بنرجع لقصة المايندسات انه تشد بي وين وين سيتيوائشن على شو منفاوض اكتر شي هشام يعني اجمالا المفاوضات عم نحكي الانترنل هلأ بدنا نرجع نحكي شوي عن الاكسترنل عن مشاريع جديدة عن تعاون بين ناس من خارج الشركة وغيره ولكن انترنل اجمالا شو بتكون الطلبات ومعاشات اكتر شي او ممكن يكون اشي كمان مفاوضات بدنا نجرب نحلهم يمكن شخص ما بده يشتغل مع التاني يمكن يعني هالأصص يس بيكون في مفاوضات بين بالتيم مامبرز بيكون احيان على مثل ما بتقولي على زودات احيان بده اني قول الوزيشن انا مش عن الشغل اصحب من اصعب النيجوشييشن هي تنيجوشيات وذ تين ايجر بدأ قللك وذة تين ايجر مش معقول بدأ قوله على الأد تين ايجر كتير صعب النيجوشيشن معه رحات مثلا اجت تين ايجر قالوا لأهله ما تتأخري عن الساعة 11 انا رحكون تين ايجر اوكي اتفقنا ليه ما بدأ تتأخري هي هي فيك تتأخري بس فيه كونسيكونسز عليك بس شو كونسيكونسز ما كل اصحاب مؤخرين كل اصحابك مؤخرين بس انا بعرف انا انه انت بدك تكون تسهري مع اصحابك بس بتعرف كونسيكونسز اذا انت ضليتي تأخرتي على الخطر عليك بالله بس ما هي كلها مرة ماشي الحال هلأ مرة عن مرقلك ايها بس اكتر من هاي كلها هي الفكرة وين بسير الديبايت اكتر لما الولى لساعة 10-11 وهي اجت الساعة واحدة بالليل او تنتين بالليل بيجوا الاهل بدون يحكم معها شو بيجوا بقولولها انت تأخرتي انت بصير في اتهامات بصير في اتهامات هوني لما توجه الاتهامات لما نقل يو 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 هوني هي بتحس حالها انه ما حدا عبي يفهمها ما ما قدري تعمل اي شي ما قدري بحد وخلاص ويصير لكلاش بيصير يصير مهم انه نعطي حل وسط او نعمل شوي نكسر من الجهتين رح قبل ما نكسر من الجهتين رح قل لك انا عند تين ايجرز وشغلك الحيات ما عطين ايجرز شوي خباية هلأ جارب هايدي الطريقة فاذا هي قلتلك هايك نو قلتلك يو 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 ما حتلاقي نتيجة انت شو لازم تقلي لك تيجي تقلي لك انا خفت عليك انا بزيح من انتي على انا على انا فلما تشوف انه كل شي عندك عبيكون هو كل شي انت اللي خايف عليها هون بيصير في مجال النيجوشي بيصير في امباثي نوعا من اهتمامات اذا ام هاي دي من اهتمامات ومن مسئوليات كمان ومن خوفها صح هلقتين اجر ما بيفهم هاو دي الامور كتير بس نحنا ما نحاول تكمبروميز معو انه ما نحط بمحل اتهام تكمبروميز وين بيصير على الوقت مثلا بدل الوحدة 12 بدل 3 مرات بالجمعة مرتين بالجمعة يعني ممكن تزبط هيك بهذه الطريقة اكزاك هايدي هي اللي كنا قلنا اول شي عنا فرام زيرو توتان لسكيل انه انا اذا ايلو 11 نزلت للسكيل اللي هو 6 للساعة 9 يعني هشام اليوم نحنا بوضع اقتصادي صعب تنرجع على الشركات وعلى المؤسسات اليوم في كتير اشخاص في كتير موظفين عم يطلبوا رئيس عم يطلبوا زودة زيادة بالمعاش او حتى تطوير زيت او غيره والمشكلة انه ما عم بيكون فيه ادراء ابدا ابدا على هالموضوع النتيجة عم نشوفها عم بيكون فيه مش هجرة نزوح يعني باتجاهات بلدان تانية ممكن يلاقوا الماديا اديهن بحاجة لقلو بس كمان اللي عم نشوفه هذا حسات كمان اللي عم نشوفه هو انه ما عم بيكونوا مبسوطين اوقات عم يرجعوا حتى من دون ولا اي نتيجة يعني واوقات عم بيضلوا ولكن بيكونوا عن جد من مرتاحين بهيد الحالة نحنا كرب عمل لحتى اربح هالقدرة هالهيومن ريسورس ولحتى اربح شركتي كمان بشخص هالقد مهم وخفف من الهجرة شو مفروض اعمل وعن جد كيف لازم بصير عم نحكي عن هيدا هلأ واقع وعن بيصير صح هيدا هيدا اللي عم بيصير هلأ بسبب الاوضاع اللي موجودة عنا سو السوليوشن عم بيكون يعملوا اوتسورسنج للشغل عم بيحاولوا الشركات يبلشوا يشتغلوا البروجيك لبرة نعم سو لما يشتغلوا لبرة بيصير في ايشتغلوا الامبلييز تابعون اونلاين ما يصيروا عم يشتغلوا اونلاين بيكونوا عم يوفروا كوست عليهم ككمباني على رنتينج و بصيروا هون صار عندهم كاشف لوا اكتر صار عندهم المصاري اكتر يعني يحطولوا ريز للامبلييز لما يكونوا عم يشتغلوا لبرة مشكلتنا باللبنان يعني قصة بيصير فيه انكم على الكمباني فرش دولار هون بيصيروا يحاولوا يكونوا عبي بس مشكلة الكمبانيز بيقدروا يعملوا هاي يعني فيه الكمبانيز عن جاد واصلين لحيط مسدود يس هون الكمبانيز اللي منا كيف دا تقدر تحافظ عموظفينا حقيقة هلأ هني عب بيحافظ عليهم بطريقة انه سون نحنا معقول نكون مرعب تتحسن بس ما عندهم الالترنتيف اللي ما عبي فل من عندهم ما عنده الالترنتيف هلأ اللي عبي فل عبي طلع على برة عبي يقدر يشتغل عبي يرجع يرجع لهون لأن الانفيرومت ما عبي تناسبه بس اللي عبي دور على يعني نحنا اليوم اذا بنعمل مع الاشخاص اللي عم بيشوفونا عم بيفكر اذا بيفل ولا شو منقلهم لو يضلوا بلبنان لأ بيضلوا بلبنان حسب الانترست هاي بنرجع للموضوع هني اذا بيضلوا بلبنان كرمال المصاري بس ما حتزبع بكرمال المصاري هلأ كلنا بنعرف شو الوضع يعني بشو عن جد لازم واحد يفكر هلأ شردنا شوية على الموضوع بس هلأ معلقين ببعض تعافي شو بيفكر اكتشي الواحد بهالظروف الصعبة واحد يفكر تنفست بهم تتطور حاله لان بعدين رح تجع يتحسن الامور ورح يواحد يلاقي الاسكيلز طبعه تطور ورح تجع تتحسن الامور ويحس حاله صار ببلد غريب بقعد عن اهله خسر الناس يحبهم كمان يعني لازم نفكر بهذا الموضوع انه دايما نتطلع ببكرة اكتر ما نتطلع باليوم ما رح تضل هيك الحياة اكتر فإذا واحد فيه ضاين فيه تيكون بهذا الوضع الصعب ويطور حاله بعدين رح يلاقي النتيجة بعدين عن النيجوشييشن مثلا هؤدي الاسكيلز اللي حكيناهن بعد في كتير تفاصيل اكتر كيف واحد بيطور حاله فيهن it's not only about studying it's also about practicing or reading يعني النيجوشييشن في كتير سنة يعني اليوم فينا نشتغل حتى لو كانت يمكن المعاشية شوي أوطن كنا احنا عم نخزن كمان خبرات وexperience على كل حال building relationships وبناء القدرات رح بنشتغل عليها مرة تانية انا وياك اذا بتسمح بحلقة تانية انا بدأ اشكرك كتير على المفاوضات هلا انا عندك كم شغل بدأ اطلبون منك بدأ اجرب استعمل زيت الاسكيلز اللي تعلمتون اليوم هشام ملاعب مدير مشاريع شكرا كتير لقلك معك رح تتم حلقة بم تيفي الايف لليوم اتمنى للجميع اسبوع مبارك شكرا للمتابعة باي باي